عرضت المشاكل وقدمت نصايح كمان في الكتاب اه عرضنا المشاكل من وجهة نظر الست وعرضنا نصيحة للراجل يتصرف ازاي زي ما قولنا في الهامش كل ما نلاقي مشكلة كده ننور عليها تلاقي نصيحة للراجل تحت يهرب ازاي من النكد او من المشكلة في فصل بعنوان اتفاقية جينيف لحالة مشكلة الازواج اتفاقية جينيف لمعاملة الازواج لمعاملة الازواج اتفاقية جينيف مرة واحدة ما يتفيدي جينيف دي أصلاً معمولاً لمعاملة الأسرة الأسرة والضحايا وضحايا الحرب طبعاً الراجل في البيت بيعامل معاملة الأسير اللي هو ده يعني تاكن فور جرانتد ونتعامل معاه ازاي ده لا 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 الستات مش كده حرام أسير الراجل أسير مش أسير لا طبعاً لا طبعاً لا طبعاً بالعكس مش كل الستات بتعمل كده فيه نموذج يمكن يكونوا عندهم يعني شوية شخصية صعبة في التعامل معاهم بس مش كل الستات بتتعمل أزواجها على أنهم أسرة مش بنعمم وخليني نقول برضا أن احنا نتكلم في قصر ساخر أيه يعني هو الست لما تاخد نصيحة أن لما الراجل يعمل لها حاجة حلوة ما تعترفش أنها مبسوطة علشان ما يشوفش نفسه ده معاملة ما يفرحش بنفسه آه دي معاملة أسير دي مش معاملة بنياتاً دي يعني فكرة خد الزبالة ونتنازل دي معاملة ايه لا بس هو معنش في أوروبا والدول المتقدمة كل الناس بتاخد القميمة بتاعتها وهي نازلة يعني عادي بيحطوها في أي لا هم في أوروبا والدول المتقدمة عندهم آه بينزل فيها الحاجات دي وفيه فيه نظام إنما فكرة أن الراجل دي من أساسيات وهو بيفتح علب الصلصة وهو بيفتح علب السمنة وهو بياخد الزبال وهو نازل وبيجيب العيش وهو رجع دي كده مهام أسير أنا حاسك مجروح وانت بتقول إنها مقام يعني أو مهام لا لا خالص حاسة إن الموضوع فيه يعني حاجة من دائك لا هو تجارب الناس لا لا خالص هو تجارب الناس اللي احنا تكلمنا معهم زي ما أنتوا عملتوا تقرير كده كانت نتجتها كده معهم آه طبعا لا دول مطحونين بقى واضح إنهم يعني نازلين والله يعني إحنا أنا ساشل بالتقرير بتاعك وإحنا ما قلتش حاجة لا ده أنا مختلفة جدا مع كل الستات اللي قالت في التقرير إنهم هنكديين بجده واعترفوا بحاجة زي كده بس احنا يعني نحب نوضح إن احنا ما نعرفهمش قدمت نصايح كتير في الكتاب قدت إيه النصايح تعال نقول كده شيئة نصايح للمشاهدين قدت إيه نصايح اللي قدمتها في الكتاب حسيت إن هي ممكن لا تحسس الراجل بإنه أسير ولا تحسس الست برضو بإن هي اللي مربوطة في السقية وعمالة طول اليوم ما بين شغلها وما بين ولدها وما بين أكلها وما بين بيتها وما بين جزء تمام في نصيحة مثلاً الراجل زي ما أنت قلت يا الستة بتحب وبتركز قوي في التفاصيل والرجل ما بيركزش في التفاصيل عايز الموضوع ككل على طولته دي بوينت بسرعة من غير تطويل ممكن تيجي مناسبة وهو مش واخد باله من التاريخ فمسلاً مراته تقوله أنت مش ناسي حاجة أو هو النهاردة كام فالنصيحة أول ما تسأل السؤال ده قل لها كل سلام أنتوا طيبة حبيبتي احتياطي احتياطي وبعد ذلك نشوف وبعد ذلك نبص على الأجندة ونشوف النهاردة كام بس أول ما يتقل لك أنت مش ناسي حاجة قل لها كل سلام أنتوا طيبة على طول وحضر بقى هتعمل إيه في اليوم أنا حاجز بتاع يعني أي حاجة بس كل سلام أنتوا طيبة هو ده الرد علشان تطلع من المقزة واجتما كنت عاد تفكر أنا ناسي إيه.. وخلاص أنت كدا تقافشر ما أنت مش فاكر ايه أقول كل سلام أنتوا طيبة وبعد ذلك هن teamwork تمام طي، الاختلافات اللي ما بين الراجل والسات كانت إيه الحاجات اللي رصدتها في الكتاب الاختلافات كتير أهمها هي الاهتمامات الاهتمامات آه اه، الاهتمامات الراجل غير الاهتمامات السات الراجل بيهمه شغله ويهمه الأكل ويهمه الكورة واصحابه يعني وطبعا بيته في رجالة مرهاش في الكرة وبيعملوا بقى حاجات تانية وطبعا بيته وولاده وكده الست اهتماماتها كتيرة ومتشعبة يعني ممكن النهاردة تفاصيلها كتير وعندها امكانية لده وعندها قدرة لده ان هي بتقدر تعمل حاجات كتير في نفس الوقت مالتي تاسك يعني ممكن تبقى سايقة العربية وبتحط المكياج وبتتكلم في التليفون واحتمال تبقى بتأكل البيبي قايت جنبها بتأكله يعني عادي بالظبط كده غير السواق نفسها ما تكلمناش في السواق احنا بس قلنا اللي بيحصل حوالين السواق فهي طبعا مالتي تاسك واهتماماتها كتيرة ومتشعبة واحيانا الرجل ما بيفهمهاش يعني تقول له انا عايز اروح ااخد كورس عن تزيين الكوبكيك مش عمله تزيينه يعني ده اهتمام الرجل ما يفهمش الكلام ده خالص يعني ده بالنسباله ما بيخشش في ال مش موجود في الصفت وار بتاعه انا امكاني ان قصة السواق تحديدا كان في قصة مهمة عند حضرتك ليه علاقة بالسواق والستات اه الست ما بتعرفش ترجع الوراء ما بتعرفش ترجع مرشدير ما بتعرفش ترجع الوراء عموما بالعربية هي ما بدأها بالحياة ولا بتتكلم عن العمتا هو ليه ما بتعرفش ترجع بالعربية عشان هي ما بدأها في الحياة احنا ما نرجعش الوراء احنا منطلقين للأمام احنا ماشينا قديم عن طول يعني الرخص بتاعتهم لازم تبقى رخص للأمام فقط ايه أبتعرفش ترجع مرشدير وتحضن وتركن والكلام ده كله ولكن ست الستات بقى بتقول في شرحها للقصة دي آه إحنا بنعرفش نرجع مرشدير ليه لأن الست تنظر للأمام لا تنظر للخلف الراجل بقى هو اللي بينظر للخلف ويبكي على الماضي واللبن المسكو إنما إحنا كستات بنبص الأدام وننظر للمستقبل فهي دي تفسير ست الستات لليه الست ما بترجعش هي حرة ده مزاجها على فكرة هو صوفت ورد كده برضو هي شايفاها تالنت هي مهارة عندها أنها ترجع لورا طبعا لا تنظر للخلف آه ما نرجعش لورا رحمنا ما نتبصيش مراكي أبدا نخليك على طول طيب نتكلم شوية بقى عن الغلاف تصميم الغلاف عشان تعمل كتاب زي ده فيه يعني أدب ساخر فيه هزار فيه كلام عن علاقة مهمة جدا الناس كلها حاولت تفك شفرتها زي ما قولنا أعتقد إنك الموضوع كان محتاج منك يعني شغل هي فكرة الغلاف خدت وقت كتير علشان تطلع الحقيقة وكان كنا بنفكر في أكتر من فكرة منها حاجات كانت جد شوية كنا بنفكر في فكرة لها علاقة تكون لها جو فرعوني شوية عشان نقول إن مالك مفيش ده موجود من أيام الفرعنة وما قبل التاريخ وفي الآخر وصلنا للسوفتوير إنه كأنه يعني زي الجيمز تقريبا أو زي الأشخاص اللي بتتحط في الجيمز بالضبط مظبور عقصة إن هي لعبة هي جيم هو الحياة جيم ما بين الراجل والست والراجل بيطلق عليه السهام زي ما احنا شايفين كده هو يحاول يتفاداها بقى علشان الحياة تمر أتاري أتاري عارفة السهام بتاعت الأتاري دي بالضبط كده عارفاها اللي تحت دي لأ لذيذ غلاف شايق جدا جدا واعتقد إن الكتاب كمان أكيد هيكون شايقه مسلي جدا بصرف النظر عن أنا حاجة بحيل أستاذ أحمد عاطف مصمم الغلاف على الفكرة لا فكرة لطيفة جدا والغلاف فعلا دمه خفيف ولايء على المحتوى بشكل كبير جدا بتفكر في إيه في اللي جاي مواخدين هدنة شوية مشغول شوية بالشغل بس الكتاب اللي جاي غالبا هيكون رواية إن شاء الله